نرجع تاني للنادي الاهلي وكواليس ما يفكر فيه النادي الاهلي بخصوص سوارش وبديل سوارش تعالوا نشوف اول حاجة الساعات الاخيرة في الاهلي شاهدت التجهيز لاستقدام مدرب جديد خلفا للبرتغالي ريكاردو سوارش الذي تتجه النايا لرحيله بعد اخر مباراة للفريق في بطولة الدوري هذا الموسم لذلك هناك العديد من الاقتراحات يدرسها محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للاستقرار على احدها خلال الساعات المقبلة وهي كالتالي يلا بينا يلا نشوف حاجات مهمة اولا هناك بعض الاسوات داخل ادارة الكرة بالنادي الاهلي تطلب استمرار سوارش خصوصا مع ضم صفقات قوية واستعادة المصابين قد يظهر المدرب بشكل مغير ويستعيد المستوى المعروف عن الاهلي الا ان هذا الامر مرفوض تماما من جانب محمود الخطيب الذي يتحمس بشدة الفكرة رحيل المدرب كن عقده لا ينص على اي شروط جزائح حالقرر الاهلي رحيله بنهاية الموسم ثانيا اقتراح اخر تم منقشته في ادارة الكرة بالقالية وهو عودة المدرب الاسطوري للنادي البرتغالي منويل جوزيه ركز البرتغالي منويل جوزيه ليه منويل جوزيه ليه منويل جوزيه بالمناسبة منويل جوزيه هو بالضبط نفس عمر جوزبالد فريرا المدير الفني لنادي الزمان لأهلي كان يتحفظ على عمر منويل جوزيه قبل كده وانه راجل بقى كبير في السن احنا محتاجين لجدد الدماء بس لما شافوا التجربة بتاعت فريرا فحد فكر في جوزيه خاصة انه هو نفس العمر جوزيه اكبر في السن من فريرا بشهر واحد شهر من السنة شهر واحد وبالتالي للا دكتراح كان موجود على طاولة النادي الآلي ده على ان يتواجد معه طاكم المساعد لمانويل جوزيه نخش سالسن تم طرح اسم البرتغالي الاخر كارلوس كيروش في مناقشات الخطيبة ولجنة التخطيط للكرة خصوصا ان المدرب سيتواجد في القهرة خلال ساعات لانهاء ملف المستحقات المتأخرة مع اتحاد الكرة حيث ترى الادارة الكروية بالنادي الآلي ان كيروش يعلم كل تفاصيل القرى المصرية وتم الموافقة على فكرة تواجد دياء السيد معه كمدربا عاما اذا ما طلب استخدامه حاجتين اول حاجة معلومة انه الاهلي او كثير من اللي موجودين في النادي الاهلي بيرغبوا في كيروش بس لم يعرض على كيروش حتى هذه اللحظة هل كيروش موافق يدرب اندية ولا لا فدي حاجة حاجة تانية رأي مش معلومة رأي ان كيروش هو الاختيار الامثل للنادي الآلي في الوقت الحالي قولي ليه الاختيار الامثل وده رأي يعني ممكن يبقى وجهة نظر يعني ليه الاختيار الامثل اولا الراجل عاش معانا شوية في الكرة المصرية مع منتخب مصر اثنين راجل شفناه وبالدليل انه بيعرف يشتغل مع اي ظروف صعبة بس ابت بالجملة بقى للمنتخب وفي بطولة مجمعة بيعرف يعوض بيعرف يطلع لعيبة شباب بيعرف يختار لعيبة بشكل كويس عنده شخصية قوية تقدر ترم الفريق في الوقت الصعب ده فكيروش دلوقتي اختيار مثالي زي ما يقوله كده ايه رجل للمرحلة هي المرحلة دي بتاعت كيروش ممكن تقول ان كيروش عنده مش عارف عيوب ايه وعيوب ايه ممكن بس المرحلة دي عايزة كيروش ده رأي نكام رابعا هناك اقتراح تحمس له اربعة من اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي وهو التفاوض من جديد مع السويسري رانيه فيلر من اجل عودته مرة اخرى لتدريب الفريق الا ان الخطيب تحفز على هذا الاختراح حيث يرى ان المدرب رحل عن النادي في وقت صعب كما انه كانت هناك محادثة بين الخطيب وفايلر قبل رحيل المدرب وما حدث فيها وما حدث فيها لم يعجب بيبو خد بالك انه فيلر مش حابب انه يبقى متواجد معنا هو مش حابب يضرب في مصر بالمناسبة يعني فيلر سواب رحيله الاول انه مش حابب يبقى موجود في الكرة المصرية فهو حر فيلر المدرب كف طبعا فيلر المدرب جيد طبعا فيلر الاهلي ما استفدش منه استفده كامل عشان هو مش في اول المشوار صحيح ولكن فيلر ممكن يبقى فيه اصلا صعوبة من جانبه هو قبل من جانب النادي الاهلي انه يرجع تاني يضرب فيه الكرة المصرية نكمل خمسا يدرس النادي الاهلي في الوقت الحالي سيارة ذاتية لسلاس مدربين منهم اسماء مهمة تم التواصل مع وقلاءهم لجس نبضهم وبالفعل رحب اثنين من السلاسي بتولي تدريب النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بص مدرب الماني مدرب الماني واخر هولندي دول اتنين اللي تواصل معهم من نادي الاهلي مدرب الماني واخر هولندي ولكن الاهلي متكتم جدا على اسماء هؤلاء المدربين هتقول لي هل الاهلي بيدور على المدربين اه الاهلي بيدرب على المدربين معلومة اكيدة اه معلومة اكيدة الاهلي في المقابل اتخذ قرار برحيل سوارش لا بس الاهلي بال ما ياخد قراره في سوارش عايز انه ده يسلم ده على طول ما يبقش فيه بقى مدرب مؤقد عشان يجهز للموسم الجديد يعني لو احنا صحينا الصبح وقلنا خلاص سوارش قرار برحيله عن النادي يبقى المدرب الجديد موجود طيب كمنا مع سوارش كمنا مع سوارش والنادي الاهلي قالك خلاص سوارش مكمل خلاص يبقى احنا كل ده كم بحث في اسماء المدربين والموضوع ده خلص بالمناسبة الاهلي عمل كده مع موسماني من حوالي 19 شهور وفي وقتها في وقتها كان في ريلا من الاسماء المطروحة ومرشحة النقتيج النادي الاهلي وساعتها الاهلي اتخذ قرار بالابقاء على موسماني قبل ما يمشي بعد كده كمل يا موسماني بس ساعتك الاهلي برضو بيدور على المدربين فده شيء جيد ده شيء ده لي جيد مش شرط ان انت وانت بتدور يبقى انت اكيد هتغير بس تبقى جاهز والاهلي عايز يبقى جاهز سادسا احد عضاء مجلس الادارة النادي الاهلي اتطرح اسم بيتسو موسماني للعودة من جديد اللي ان باقي مجلس الادارة اعترض بشدة على هذا الاقتراح واحد واحد في النادي الاهلي طلب او اقترح ان الموسماني يرجع مرة اخرى للنادي الاهلي والباقي رفض هذا الاقتراح على الاقل في الوقت الحالي الموسماني صحيح رحل عن النادي الاهلي برغبته حسن ما اعلن النادي الاهلي وحسن ما اعلن موسماني ولكن عودته دلوقتي ممكن تبقى صعبة في المستقبل وارد ليه في المستقبل وارد؟ شراج الحق نجاحات كثيرة جدا مع النادي الاهلي فوارد جدا الباب يبقى مفتوح له في النادي الاهلي في المستقبل دي الحكاية ودي الكصة وده ما يدور في عقل النادي الاهلي في الوقت الحالي سوارش نسبة بقاءه مع النادي الاهلي هي نسبة ضئيلة جدا هل اتخذ الاهلي قراره النهائي برحيل سوارش؟ لا هل الاهلي يبحث عن مدرب جديد؟ نعم هل ده معناه انه خلاص يعني المدرب الجديد هيجي فييمسك على طول؟ لا هو الاهلي بيبحث في سبيهات المدربين عشان لو اتخذ قرار برحيل سوارش يبقى الامور منتهية ومعاه البديل